شو هادي اللي عملته لك ابني؟ هلا كنا عم نحكي زلم ما بتحط حنة أخي مايانك يلا حط الحنة انت كمان لا هي الزلمة مستحيلة عملها وحط حنة على ايدي مثل البنات وحطها عرش لك أو على رأسك كارتيك خلاص حطها يا ابني هاي فعل خير ايشكي طلبي منه بيقتنع منك هاي رغبته يا خالتي إذا كان بدي يحطي يحطي وإذا ما بدي عادي أستاذ هلأ دور العروس الثاني رجاء انفضلي لهون يلا يا ايشكي تعي لهون لا ماني حابي أخد صور ليش؟ انت كمان عروس تعي لا يا كارتيك ما بدي أخد صور يلا يا ايشكي لازم لازم ناخد صور لخالتي سارلة بالأول موهي لأنه هي بتكون أم العريس شو خالتي؟ أول مرة بتحكي درر يا ايشكي أصفة أصفة ورجيني شوفي يا غدا تصارية ورجيني شو صار يا ايشكي؟ أصفة يا خالتي بصراحة كيف انجرحتي فوق الحنات؟ بصراحية تانية انت منيحة؟ ايه خالتي أنا منيحة؟ إذا كنت منيحة خلينا ناخد لك صور هلأ ثونو أخدت صور كتير كتير حلوة وهلأ كنتي ايشكي رح تاخد صور كمان يلا بصراحة بنتي؟ عملية اللي عم تقوله مدام صومان إذا كان الجرح كبير ندق للدكتور؟ لا يا خالتي ما في داعي أنا منيحة ما بدا دكتور أبدا ما كان ناقصني غير خادمتي السابقة تاخد صور قبلي أنا كل مرة بتقلل إيمتي قدام الناس ورجيني ايدك لشوف ما صار شي خالتي انتي روحي خدي صور قبلي ما حضرتك من وراء جرحك أخدتي كل الانتباه تبع جلسة تصويري شو بدي اعمل هلأ أنا؟ ورجيني شو هالسيف يلي جرحك؟ ورجيني يا بدي يشوفه بعدي هيك خلصينا بدي يشوفه ستسار له أيضًا لها السبب إشكي كانت متوترهيك لأنه اسمي كان مكتوب على إيدها من وين إجا اسم أهان على إيدك يا بنت؟ احكي كيف إجا اسم أهان على إيدك؟ جاوبي فورا احكي يا إشكي شو بلاقي صعبك الخرس هلأ ما هيك؟ كيف نرسم اسم شاب غريب على إيدك بالحنة فاهمينا؟ انطقي خالتي هاي غلطة أنا متأكد إنها غلطة خالتي قلتلي غلطة؟ بس غلطة إيشكي؟ إنه ينكتب اسم رفيق زوجة القريب بالحنة على إيدها وبهاك لالة مهمة بتسميه غلط؟ مو معقول الناس ما بيكتبوا أسماء غلط حتى على الغراط وإنتي كتبتي على إيدك الاسم وعم تقولي بالغلط ما عم أفهم كيف صار هيك؟ الاسمين ما بيتشابهوا حتى لو كان مثل درام وشيام كان ممكن تكون غلطة حكي صح؟ معك حق بهذا الحكي كيف ممكن يصير خربطة بين اسم آهان وما يانك؟ معقولة أنت ورفيق زوجك تكونوا على أحكي حالتي رجاءً انتبهي لحكي ما بدي ياكي تقولي شي عرضك للإحراج أكتر من هيك أنا متأكد أنه في غلط بهذا الشي أخي ما يانك احكي شي كلمة في حدود للإهمال يا كارتيك ما قدرت تعتني بإيدها والحنة كيف بدها تعتني بكرة ببيتها؟ لهلأ ما عم أفهم ليش كل الأخطاء بتصير بس مع هالبنت نحن ما صار معنا هيك كلنا حطينا حنة من قبل وما حطينا لا اسم راميش ولا سوريش بدل اسم أزواجنا كتبت اسم زوجي وتزوجته كيف نكتب اسم شاب تاني على إيدك؟ ما بتعرفي أنه هاد فعل ممنح لعلاقتكم؟ مادام سارلا أنتي يلي جبتي رسامات الحنة لهون صاح؟ يعني شوفي كيف عملوا غلطة كبيرة كتير بهاليوم مادام سومان رسامة الحنة هي يلي غلطت شو زنب المادام صارلا؟ نفس المنطق ما في زنب على إيشكي كمان معكون حق أنا غلطت لما جبت رسامة الحنة ومدحت فيها وكأني حاولت أعمل شي منيح بس نقلب ضدي بالأخير يا خالتي أنا سألت إختي عن اسم زوجة قلت لها شو اسم زوجك المستقبلي؟ هي قالت لي اسمها هاد أشكي معقول عن جد لفظت اسم أهان ليش ما عم أقدر أتذكر؟ أنا أنتو كلكن عم تفكروا بالشيء السلبي وبس عن جد مفكرين أنه أشكي لفظت اسم أخي أهان يعني؟ أصلاً الكل بيعرف طبيعة علاقة أخي وإيشكي قدش متوترة ما بتقدر تتحمله هي ما أنا معجبة فيه وإذا بدأ تحكي عنه بتقول بتقول هاللص الأسود بس تلفظ اسمه مستحيل صح؟ بصراحة كارتيك معه حق بهالحكي على العلمي هنو الاتنين بكرهوا بعد كتير لكن إذا عن جد غلطي بالحنة بترجاكي إليلنا ما حدا رح يحاكيكي لا يا أخي كل صراحة الغلط مني أنا كان في عجقة وأصوات كتير يمكن حدا لفظ اسم أخي وبالغلط أنا كتبته أنا كتير آسفة أكيد رح يصير خربطة بسبب الأغاني العالية بالبيت إيشكي أكيد ما نغبية لدرجة إنها تلفظ اسم أهان سمعوني لو شو ما حكيتوا بهال موقف أنا حاس إنه في شي مو صح بالقصة يوم الحنة أهم يوم للبنت والإسم يلي بينكتب على إيد البنت بهذا اليوم بالذات هي رح ترتبط فيه كل حياته لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكون أول من يشاهدها